أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن المتتبع لمسيرة فريق البحرين فكتوريوس للدراجات الهوائية يدرك حجم العمل الدؤوب من الفريق متمثلا بالجهازين الفني والإداري والجهود البارزة للدراجين في إثبات قدرات الفريق في المشاركات الخارجية والمساهمة في جعل اسم مملكة البحرين يرفرف في المحافل الأوروبية وأوضح حاسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الإنجاز الجديد الذي سجله الفريق في طواف كرواتيا بحصول الدراج ستيفي على المركز الأول في مرحلة الكوين يؤكد المسيرة الناجحة للفريق في مختلف المشاركات وضف ستيفي إنجازا جديدا يسجل في كشوفات النجاحات للفريق وأشار سموه إلى أن مرحلة الكوين تعتبر من أقوى المراحل في البطولات وحصول الفريق على المركز الأول يجسد ما يتمتع به أفراد الفريق من الدراجين من مستويات عالية وقدرات هائلة تؤهلهم للصعود بجدارة على منصة التتويج الاحتفالي بالحصول على المراكز الأولى دائما مبينا سموه إلى أنه حريص على مواصلة دعم الفريق من أجل مواصلة كتابة قصص النجاح التي يسطرها الفريق في المحافل الخارجية وقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة التهاني إلى الدراج ستيفي بحصوله على المركز الأول متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح في المشاركات القادمة واستطاع الدراج ستيفي الحصول على المركز الأول في مرحلة لوكوين بطواف كرواتيا وسط منافسة قوية ومثيرة ليؤكد الفريق قدراته الكبيرة ومواصلة تحقيق الإنجازات ترجمة نانسي قنقر